إذا كنتي امرأة وعمرك فوق 26 سنة ودامي طلع لكي حبوب كل شهر سبوع قبل الدورة في منطقة الذقن مو كافي تحطيني كريمات وغيرها لازم تأخذين حبوب مانعة حمل اسمها الياز علاج غريب لكن فعال جدا ومصرح أن يعطيه لهذا النوع من الحبوب ويخلي الحبوب ما تردلتش مرة ثانية أما إذا كنت رجل وعمرك فوق 26 سنة ودامي طلع لكي حبوب ممكن ما يكون حب شباب اللي ممكن يكون الحبوب هذه بسببها أن الشعر عندك كل ما ينبنت ينبت تحت الجلد فالعلاج أن تشيل شعر اللحية أو تحدد اللحية الأقل في الليزر أو الأماكن طلعك فيها حبوب الليزر وتحرق الشعر من الجذور عشان ما ينبت الشعر ويطلع لك حبوب مرة ثانية في منطقة الذقن إذا عمرك أو عمرك فوق 40 سنة تحتاجون أربع شغلات رئيسية أول شيء الكولاجين في الجلد راح يقل فلازم نحفز الكولاجين شلون حفزه مثلا استخدم البشرة أو الوجه سيرم فيتامين سي أو سيرم الريتنول والدرمارولر هذه الشغلات تحفز الكولاجين أيضا الجلد يبدأ يترقق إذا بدأ يترقق يصير أكثر عرضة للتصبغات لذلك لازم تحملون نفسكم التصبغات شلون استخدموا كريمات الحام الشمس ضرورية أيضا الكريمات الذكرت توني اللي تحفيز الكولاجين مثل السيرم فيتامين سي والريتنول أيضا تساعد لتفتيح الجلد ثالثا الجلد راح يبدأ يجف ويجف زيادة فلازم ترطبونه أكثر من الناس اللي أقل من 40 سنة أيضا الدهون في الوجه أو الجلد راح تبدأ تقل فالوجه يبدأ يترقق يبدأ فيه حفر كأنها تصبغات شون استعيد شباب الوجه لازم نستخدم أبر الفلر أو أبر المل راح تكون حيل مهمة وحيل مفيدة لكم إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير